إذابة لجليد المعادلة السياسية التي تنتظرها بغداد على أحر من الجمرة وعلى قاعدة رأب الصدع والاتفاق لأجل الانطلاق نحو إنجاز خطوة رئاسة الجمهورية ومن بعدها رئاسة الحكومة والكابينة الوزرية تقاربت التحارفات المتصدرة للمشهد السياسي في خطوة جديدة لتفاهمات بين الإطار التنسقي والتيار الصدري ولمن يتساءل عن شخصية رئيس الوزراء الجديدة فإن المبادرة الصدرية بطرح مرشح التيار جعفر الصدر وفق ما تم تسريبه من معلومات حول المبادرة يقابلها طرح أربعة أسماء من الإطار التنسقي لمنصب رئاسة الوزراء إذن ثمار التفاهمات والاجتماعات بدأت تخرج إلى العلنة ما يعني أن المراحل الحاسمة باتت عنوان المجالس السياسية لما تقتضيه مصلحة البلاد من الوصول إلى مرحلة ترتيب أوراق طاولة في بغداد والمضي نحو العهد السياسي الجديد الذي يريده الشارع من ثمار استحقاق تشرين في الأثناء حملت رسالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظم ملخصاً لما قدمته حكومته من الواجب المكلفة به إذاناً بدق الباب الجديد لغرفة القرار الذي سيعلن شخصية رئيس الوزراء لم تنتهي المهمة بعد فالقوى السياسية أمام الجولات الأخيرة التي تحدد شكل ونوع الحكومة وربما تتغير الأسماء والمسميات لكن طريقة تقارب باتت أكثر وضوحاً مما مضى